اليوم كنا في زيارة إلى العمليات المشتركة وإلى قيادة عمليات بالمناسبة العفو الآن وردني بأنه السيد رئيس مجلس المزراء يأعلن اعتقال عدد من المنفذين تفضل حضرتك نعم من قلال زيارتنا إلى القيادات الأمنية من ناحية الاستفسار ومن ناحية الاستعلام عن العملية وما هي إجراءاتهم والذي حصل وما هي المعلومات المتحدة سرعدهم ومن ناحية الدعم لهذه الأجهزة وإثبات من رجلة أمن الدفاع دائما هي داعمة للقوات الأمنية نعم كذلك حتى زرنا وزارة الدفاع والسيد رئيس سكان الجيش أعتقد فيه يعني فجر هذا اليوم تم اعتقال شخص حسب معلوماتي من جهة قاطع الرصافة يعني فيه أحد المناطق في منطقة الرصافة ما عدي يعني علم أنه هناك اعتقال لي أكثر من شخص تحتمال هذا الشخص اعطى معلومات وتم اعتقال الأشخاص الآخرين بعد الظهر أو قبل ساعات نعم الجهة أعتقد الجهة لم تحدد لحد الآن هاي مشكلتنا يعني أعتقد الحكومة ليس من الصعب ليس ليس يعني من الصعب عليها أن تحدد هؤلاء وسبق أن حددوا هؤلاء الذين يقومون بإطلاق الكاتيوش أو الصواريخ العمياء على السفارات التي تقع على العراقيين وبحجة يعني محاربة هذا المحتل وسبق أن أذكر سبق أن شكلت لجنة لكشف هؤلاء برئاسة السيد مستشار الأمن الوطني وأنا كنت عضو في هذه اللجنة وعضاء من لجنة أمن الدفاع وسيد رئيس سيد الحجد الشعبي وعضاء من المخافرات والأمن الوطني وكذلك الرئيس قار الجيش وتوصلنا إلى حقائق وأرفع هذا التقرير إلى السيد الرئيس الزراء